الحقيقة الشيء المهم جدا وانا بتابع كالعادة كل ما يثار على طب الرؤية الاقتصادية والرؤية الفترة الجاية وبالرغم ان احنا اتكلمنا اكتر من مرة على هذا الموضوع ولكن احنا على مدار الاسبوع الماضي وانبارح احنا كان او يعني كنا عندنا انبارح المجموعة الاقتصادية والاجتماع الثاني للمجموعة الاقتصادية والاسبوع الماضي كان المجلس التنسيق للسياسات النقدية والمالية وزي ما بقول لحضراتكم كمجموعة اقتصادية احنا بنناقش بوضوح شديد رؤيتنا ايه للفترة الجاية ازاي حنفعل برنامج الحكومة وبرنامج الدولة المصرية وازاي نحل كل المشاكل اللي تخص قطاع الخاص والمستثمرين والكلام ده ويمكن حتكلم عليه بصورة لاحقة للفترة الجاية في الاخر حتة عشان دي اشياء مهمة جدا انا حابب ان احنا نعلنها مع حضراتكم في الفترة الجاية ولكن استكمال اللي بيتقال على بعض الاشعاعات اثير مرة اخرى الدولة نوية بيع المطارات بتاعتها وطبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحة مفيش هذا التوجه مرة اخرى توجهنا هو كيف نضمن افضل ادارة وتشغيل للمرافق المصرية لا خلاف وده انا اتكلمت عليه بمنتهى الوضوح الاسبوع اللي فات قلت عندنا مشكلة في تشغيل وادارة المطارات بتاعتنا وكل اللي بنستهدفه ازاي نرفع كفاءة وتطوير هذه المطارات ونضمن انها تبقى بتدار على اعلى مستوى الاحترافية الكلام ده ممكن يحصل من ايه؟ من خلال ايه؟ من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والشركات اللي موجودة في العالم اللي احنا ده مش بدعة كل مطارات العالم المتقدمة الدول بتاعتها اللي تملكها بتتحها من خلال عقود ادارة وتشغيل لشركات عالمية محترفة عشان تضمن افضل خدمة وكمان تحقق احسن ارباح وده اعتقد كلنا بنستهدف هذا الموضوع لكن هذا لا يتم ببيع المطار بالعكس هو بتبقى عقود ادارة وتشغيل واحنا قلناها بدء مرة واثنين وثلاثة وبرضو بأكدها لحضراتكم توجهنا في هذا الشأن هو ادارة وتشغيل هذه المطارات من خلال شراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا الموضوع شأننا شأن كل الدول المتقدمة والدول المماثلة لنا في هذا الشأن فاحنا ما بنسبتدعش العجلة ولا بنتكلم في شيء اخر